كوفيد في الساعة متاحة مش في النص ساعي من المجلة الصحية إذن سنتحدث على آخر مستجدات فيروس كوفيد راح بضيوف اللي حاضرين معنا حتى نثري هذا اللقاء يحضر معنا وتحضر معنا الدكتورة والأستاذة أنياس حمزيوي وهي رئيسة قسم طب أمراض الجهاز أو أمراض الجهاز التنفسي بمستشفى عبد الرحمن المامي سيتك كذلك رئيسة قسم كوفيد اللي يستحقوا الأكسجين أيضا أو وحدة كوفيد اللي تستحق الأكسجين قبل ما تمشي للأنعاش مرحبا بيك دكتور يحضر معنا الأستاذ والدكتور فوزي عدد وهو مختص في أمراض قلب وشارين أيضا بمستشفى عبد الرحمن المامي مرحبا بيك دكتور يحضر معنا الأستاذ والدكتور إيهاب اللبان وهو مختص في الأنعاش والتخدير بمستشفى العسكرين مرحبا بيك وسيتك كذلك رئيس اللجنة لجنة أسرة الأنعاش صلب اللجنة العلمية لمجابات فيروس كوفيد وأخيرا وليس آخرا بما أن البارح مكنيش مع بعضنا كريم مرحبا بيك يحضر معنا كريم بوزويتة دكتور في علم الأنثروبولوجيا مرحبا بيك أهلا وسهلا إذن البداية بشكون قبل ما نتحدث على آخر معطيات وآخر أحصائيات فيروس كوفيد اللي هي بـ 13 جنفي بتاريخ 14 جنفي اللي حبيت نقول للناس اللي قاعدين في كونفينمون أنهم يستغلوا هالكونفينمون إذا يتفرجوا فينا نحنا ومباعد يمشوا يعود الحاجة أخرى الحاجة الأخرى يقروا كتب هاما جدا البارح كان عيد ميلاد الثورة في تونس وخرجوا كتب كيمة تونيزي ديزان اي دان ديزان اللي هو اصدر هذا الكتاب أخيرا عن دار ليدرز للنشر كتب تونس في عشر سنوات مضت وفي عشر سنوات قادمة باللغة الفرنسية جاء هذا الكتاب في شكل مؤلف جماعي ساهم في 24 شخصية تونسية شاركوا لكلهم في مراكز قيادة رسمية واجتماعية في أهم الأحداث المتالية منذ سنة 2011 نلقا من بينهم بالخصوص سيد مصطفى كمال نابلي كذلك سيد عياض بن عشور دكتور مصطفى بن جعفر فاضل موسى أحمد فريعة دكتور أمنا منيف ويداد بوشاماوي سوفيا بسيس سوفي بسيس إلياس الجويني كذلك أحمد ونيس وسلمة مبروك وغيرهم في هذا الكتاب ثم قراءة نزيل مخرج الكتاب الآخر في هذا الكتاب فم قراءة لكل منهم للعشرية المنقذية واستشرافهم للسنوات القادمة كما نجدوا اقتراحاتهم لتعجيل الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية أيضا نلقا كذلك كتاب آخر اللي هو ستتان 14 جنوية دو ميلونزا تونيس هو صدر أيضا في نفس الدار دار ليدرز للنشر كان ذلك يوم 14 جنوية في وحدش في تونس هي مروية رائعة لدكتورة أنيسا بن حسين دكتورة في علم الاقتصاد والتصرف تسرد وترسم المؤلفة مع شت في شرع الحبيب بورقيبة وأيضا في باقي أنهج العاصمة وساحة القصبة تحديدا دون انقطاع طوال شهرين متالين بطبيعة هذا هذا الكتاب والكتاب السيدة اللي قبله كذلك هو احتفالا بعشر سنوات على حدوث الثورة بتونس نص المؤلفة أنيسا بن حسين هو مبدع بقلم يقذ ومتميز تسجل به شهادة هامة عن الطاقات الشبابية المتحررة والأمار العريضة اللي ملات النفوس هذا الكتاب محل بأكثر من مئة صورة التقتها زميل والصديق محمد الحامي من قلب الحدث بطبيعة تحت إشراف السيد توفيق أحبيب هذين الكتابين إذن هكا تحتفل أيضا ناس أخرى بـ 14 جنفي بعد عشر سنوات كل عام وانتم حيين بخير مرحبا بكم بحدينا اليوم حتى نتحدث عن أيضا أهمية الشيء اللي جاينا بعد هال الحظر الصحي الشامل وأيضا بعد هذا الحظر التجوال إذن ناخذ آخر معطيات فيروس كوفيد وآخر الأحصائيات شو تقول 7137 تحليل أعطاه 2327 حالة إيجابية هذا يعطي بالنسبة المئة وهي 32.604 باقي العدد المرتفاع بتاع الناس اللي عندها فيروس كوفيد العدد الجملي للناس اللي مرضوا بكوفيد هما مئة وسبعين ألف وثمانية وخنسة وتسعين في تونس للأسف عدد الوفيات يتواصل 63 بتاريخ 13 أي يوم 13 جنفي بتاريخ يوم 14 جنفي 63 حالة وفاة الله يرحمهم ونعمهم هذا ما يخلي العدد يتفاق مويد زيت 5478 حالة وفاة أيضا عدد آخر ما نتهون به اللي هو 1844 ارتفاع بسرعة في الأيام الأخيرة هو عدد الناس اللي موجودين بالمستشفيات لتلقي العلاج فيهم 363 موجودين بأقسام الهناش أيضا ارتفاع هذا العدد ومئة وثلاثة وعشرين موجودين تحت التنفس الاستناعي بالنسبة للناس اللي برات من كوفيد هي العدد امتاح 124 610 أي بمعدل 72 فاصل 916 بالمئة الناس اللي ما زالت حاملة للفيروس هي عددها 40 1807 نشوفوا بقية البيانات والرسوم البيانية هذه ونحن نتحدث مع الأطباء نبدأ معك دكتور لبان أربع أيام حضر صحي شامل وحضر تجوال من 24 هل هذا بشيعتي نتيجة في الأيام القادمة ولا شنو هي نتيجته هي النتيجة المتوقعة الأربع أيام حضر شامل هما تحذير تحذير لنا الكل على خاطر كما كنت توري في الأرقام وصلنا في شهر ديسمبر يعني عنا تقريبا 1200 1300 مصاب بالفيروس هذا في المستشفيات 200 هكا وشوية مرضى في أقسام الأنعاش قولوا تنفسنا شوية وكانت تفكروا في شهر ديسمبر فما حتى بعض من أحنا قالوا با هيا الأمور نس تراخت نس حس إلي نقص الأزمة هذه لكن بك كيف نقول يعني نس كل إلي تراخ قرب قرب من بعضها أثرت وعود نرجع نرجع المستويات كمي معالية كي تقول أنت مرضى في أقسام الأنعاش أنا نقول لك تقريب 78 وسبعين في المياه من أسرة الأنعاش المخص للكوفيد المخص الكوفيد خاطر ما أسرة أنعاش مش الكوفيد الناس قاعدت تقريب أكثر أكثر مثل متاح 124 على 360 تقريب تقريب مرضى تحت التنفس الإصطناعي يعني بطريقة أنفذيف يعني مكينات وشعب وتخدير وبرشا حاجة أخرى وهما المرضى لحالتهم مختلف اللي نعرف ولي في العالم الكل نسبة كبيرة نسبة كبيرة وفاة تكون عالية لا وينجموا يمشون الوفاة يعني ينجموا ينجموا بسهول المريض يمشي تحت التنفس الاصطناعي فيه لكن نسبة ما هيش ضائلة اللي توصل الوفاة يعني الأربع أيام هذو ما نعملوا منهم كأطباء نعملوا اللي الناس اتفيق شوية اللي رجعت الحالة ورجعت بطريقة كبيرة ويلزم يرجعوا للي كنا عاملينه في شهر ماي وفي شهر جوان وقتها خرجنا الحظر الطويل هذاك و و ما طلعناش وما طلعناش ما طلعناش تعرف نسكول تعرف اللي القرار اللجنة ما كانش أربع أيام فقط بل هو قرار سياسي بحت وهذا في البلدان العالم الكل علميا كنت ماذا بكم يكون أكثر عدد الأيام منتع الحجر الصحي وما تعطي نتيجتها لكن في أربع أيام حسب رأيك هل الناس بشتمتثل وإلا هالموفمان اللي أنت تلاحظ فيما بين البارح واليوم وغضو وبعض غضو فمرجوع نهرت لحد هل هذا بشي قدي إلى نتيجة بالحق اللي كنت تستنعوا فيها كل جنة شوف علميا علميا نحكيه كطبيب نحكيه مشكلة نحكيه نمثل روحي في الوقت الحالي كطبيب نعفو لأربع أيام شوية على خطر كان نحب ونقطعه المسار بتاع الفيروس في البلاد يزمنا على الأقل خمستاش نيوم تشوفوا مثلا الأنجليتير رمعناها عملوا حتى الـ 25 فيبري والحاجة كما هك البلدين الكل تحاول تعمل أكثر لكن هل احنا اقتصاديا نجمو نقعدو ثلاثة أسابيع أكيد معطيات أخرى دخلت يعني علميا بحث علميا بحث صعيب أربع أيام شوية لكن أضعف الإيمان نقولوا أحنا أمامش ناس أتفيق شوية وترجع كما كان تقبل تقول كينها ورقة حمرة للمواطن ورقة حمرة لنا أحنا لنا أحنا إخي احنا بيدنا موافنين الناس اللي عندهم شكون قد في المستشفى ولا في المساحة ولا الله لتقدر عنده وعنده مرض كورونا نأكد لك العبادة هم هم اللي قاعدين يحسوا هم اللي توا معناها يخافوا وردين بالهم على خطر صعيبة الحكاية صعيب دكتور عدي فوزي عدي والله شغول من ناحية أمور علميا ما فما حتى فايدة حسب رأينا بش تعمل حجر كامل بتاع أربع أيام مع تعلمين بش نقص الإصابات هذي ممكن حتى ينجم يرتفع ممكن ممكن نجم حتى يرتفع خطر ما تنسوا شحاجة أول حاجة عندكم الطلبة رجعوا كل ديارهم في كل فترة هذية شتي ما وش صيف هذي بش ناس كل تقبل هذي هذي يشتي فمبرش ناس يعتبروهم عبارة فاكنس إجازة كيف كيف روحوا تنقلوا من الجهة للجهة أخرى ما كانوا مبرمجين ربما بش يمشي البلاد أخرى فكل أربع أيام بان أفيد ما الناس مش تقعد أقراب بعضهم في المنزل اي بوي ما تنجم شف كل أربع أيام هذي تشوف شكون مريض وش كون مش مريض لك تنجم توقع كون توقع فكل وقت هذيك وبعد بان افيد امو نهار الثنين يرجع ناس كل يرجع الفيروس في المدن وفي شوف بش نكون واضحين مات كما قال سي هب ذهل اللي بتات رجع كل واحنا نفس اني بش الناس كل ترجع شوية تفيق اللي اتخذ هذاك التسيب ليسار لازم نقف مبعضنا نرجع للصحيح خطر تشوف شنو هو العلاج علاج نستنون كل في تلقيه التلقيه بش نكون واضحين بش مان تلقيه رو تشوف مش مسألة 95% من التلقيه توا محاسمة بين 10 بلدين اللي عنده اكثر نفوذي عنده اكثر فلوس ما نبدأ وش نقول رو سي تونس غدو بش كون عند اللي فاكسان هو اكلي مزور بغيار الناس كل تعرف هزاي بش نقول نعوذ فا نبعد ولا بعض هزاي هو اليوم الحل الكوف رفو بتات الاربعة الخمسة على مدة أطول بتات تكون حل أنا موافق من دجم شلوم تعمل تسكر البلاد خمساش يوم اقتصادين مش ممكن دونك شيكون قرار علمي لا قرار سياسي نتصور زاد هذية نحن ممكن الكنتاكت هذية كان شوق في شلح ببورقيبة وفي برشة مدن أخرين ممكن نكون نجم وزاد بعد خمساش يوم نشوف الآثار متاع دونك بتات ربحنا حاجة مش مانخولوش لا مانخول حد شي ما من نجموش نقول علمي أربع أيام حاجة سحي نقول الناس لو حاجة بي وبيش تكون عندها واضح دكتور أنيس حمز ما بين البارح ولت البارح نعرف اللي تبارك للكلكم تشتغلوا ولكلكم كنتوا في مواقع العمل ما يعني كمش الحضر الصحي شامل وما يعني أيضا حضر التجوال ذلك كيف كيف شفت النسبة معناها العيادات والنسبة الناس اللي عندها احتياج لتشخيص في قسمك هو هذي ما ما تبدلش بخاطر الناس هكا ولا هكا وقلي تبدأ مريضة تجي بالأخص بالكوفيد مفجوعين وهاكا ولا هكا يجيوا أما عمرنا تريفوني تقبل باش ينشتوا يندرس بتارات تخدم وإلا لي الناس تفجعوا شوي أنا بالنسبة وما نجموش نشوفوا النتيجة في نحار هكا ولا هكا خاطر نعرفوا اللي وقلي واحدة تعديلز معلقة الخمسة يام جمعة باش المظاهر متاع المرض يضعوا تحسن متنجم تحسوا كان بعد جمعة على الأقل ولا عشايا هل هيدا باش يعطي جدوية حسب رأيك انتي بعد أربع يام أنا أنا ماذيبية ماذيبية الناس تقول راهوا عنا الحق في الصحة بالحق أما عنا مسؤولية تتفكر الحوار الوطني للصحة كنا الحوار المجتمعي قلنا الصحة حق ومسؤولية المسؤولية بالحق خاطر الناس كل تقول الدولة دولة بالحق عنا مشاكل وبالحق فما مشاكل الناس كيفاش تتنقل في الكيران ولا في الترينويت يبدأوا من تكميل بالحق أما فما زيدا الناس وقلي تعمل حجر صحي كما نحك تشوف العباد الكل هم يخرجوا في الشارع يسحيدوها سلاعة هوا ما مشيتش نخدم هوا بش نمشي الحاوس نمشي للسوبرماشين هزول يداتي الشط يتجرع ويلعبوا ما معهم مربحنا شي هكا خاطر الناس تظهر لها اللي الحرية هي حرية بالنسبة للحاكم هوا الحاكم يجبرني بش نرد بالي ملا أنا ما نش رد بالي ليه الحرية مش هكا الحرية اللي أنا مسؤولة لروحي مسؤولة لعائلتي مسؤولة لأصحابي وهذا يلزم ننوري وما نوريه كان وقلي نبدأ مسؤول وندبلي عليهم معناها تنجمش نفهم أنه القرار اللي وقع أخذوا سياسيا معناها ما نجمش يتطبق كما ينبغي إذا كان شفنا الاكتظاث في الحافلات لعودة الطلبة إلى ديارهم كذلك إذا كان شفنا الاكتظاث على المواد الغذائية لأنه نفس المشكل اللي راهو كما صار في مارس إي أما وقلي تجي تشوف يا أخي عليه إحنا وقلي نبدأوا في ديارنا معانيش مايكلا متاع أربع أيام أكتري العباد ومفتوح والأحوان محلولة وقلي تشوف العباد شايفوا بالحق المرة الأولى كانوا مفجوعين يقول لك هاو ممكن الدنيا تسكر المرة هذي ذهرة ما هيش بيش تسكر ونسل كل تقلي ما رأس الشهر رأس الشهر عليه وقلي نعرف روحنا اللي وما نهارين خاطر فما كان نهار جمعة ونهار سب الدنيا باش تسكن نتفاجع وهالفجع هي الكل صحيح إذن كريم بوزويتا ساعة نحب النسل بالكلم اللي سمعتم شوي يا نه 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 السوئل النسل كل اللي راهو مش عايشين في ديار فيهم زوز وثلاثة بيوت فما تلقى ساعة عائلة بخمسة وستة عايشين في بيت واغلبيت تونسل يعيشوا في ديار أقل من الثلاثة غرف وأقل من الزوز غرف يعني تلقى عائلة خمسة في بيت برك ساعات هذيك حياتهم طول اللي راهو كما للسوجان اللي عايشين تلقاهم أربعين في عشرة فروشة هذي الواقع معناها زيدا ومش الحرية للحاكم برك فما صحيح هذيك دي ما نحب التحدي وكل شيء هذيك معناها موروث تونسي لكن زيدا فما الواقع الاجتماعي والاقتصادي التونسي ناسي تخنقوا يعقدوا في الدار ونعرف العنف الذي يزيد ضد صغار وضد انساء في مارس وافريل وفي البلدين كل في العالم كل زيد في تونس وذلي سبع مرات زيدوا وشكيات العنف ضد صغار وانساء في البرودي هذا معنا نردوا بيننا زيدا وليس سهل الكل بشي قعد في دار وفما زيدا تقول الاقتصاد التونسي ليس الاقتصاد السلغياء السلغياء يعني عندي شهرية اقتصاد القوت اليومي أغلبية الناس اللي تربحوا اليوم تصرفوا اليوم بشتاكل الغدوة أكهو هذيك كلمة يخرجش يما ما يكلش وهذه نعرفوها اسمه قانون الفقير قانون الفقير ليس قانون الحك جاءت الحكاية من وقت قبل الدولة البولشيفية وقت التسار في روسيا فمجمع يقصوا في الغابة متاع التسار كرهو يساق وريس كرا والأعدام شعود مهم يجلس سألوهم لماذا انتم تخترقوا في قانون التسار قال لكن لم يقصوش اللوح لم ينكلوش هذيك القلولوية والقانون قالوا لي هذينا عنا قانون فقراء يعني هذا فما الواقع وفما الافتراضي هل تعتقد أنه خروجهم في الأربع أيام هذو لي معناها للقوت معناها لربح القوت فما نحن 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 لا نقصد نقصد الخروج والاكتذاذ على الأماكن للشريان الماكلة ليس للعمل إذا يبش نجيوهم بعض إذا خطر في نهار 30 فما لقاء والريستورونات قالوا بيش نشدوا صحيح مانيش مابطين لكريسي على خاطر مع النيش كيفش نخلصوا إداءاتنا معنا كيفش نخلصوا شيكات متاعنا هذا مع الدولة تفهموا كيفش بشي يتصر مع النقابات كل قاوة عشرين عائلة ولأ أما نحكي لك على الأربع أيام الكريم الأربع أيام هذا ما حسب رأيك القرار تعرف أنت كل ما صاير حول كوفيد 19 هو اتصالي بحث من الدول العالم الكل اليوم كيفش ريت هذا التواصل والاتصال تبارك الله الأسيد قالوا أنه ربما الحاجة نشدها أنه الدولة حابة تعطي كارتون أحمر للمواطنين ستوب ستوب تهاون معنا كيفش ريت تعطي كارتون أحمر خطر فما فما شكون متهاون ويدخل ويكوح على الناس الكل في قهوة ولا في إدارة ومع البلوش وكيبدأ مريض يخرج زيد ومي هذا صحيح لكن زيد نعطي كارتون للدولة على خط كان يخايف من حتي فلات أحتي فلات أربعة جنو كل نهار في الكار والمترو وحفلة كل نهار في البلدية جماعة يموتوا وخطرة يأخذوا مضمون كل نهار في البوستة كيف يعني زيد أنت تقول للناس تبقوا الإجراءات والتباعد الجسدي وانت تحط ديمة في ظرف اللي ناس ما توفلوش ما فماش صف ما فماش نظام فما تمرميد متاع المواطن وإهانة ومصبح للإيل في الإدارات تتونسي هذا الواقعة زيد وزيد الدولة قد تعرض لحياة التوينسة للخطر ولا العدوة وسمبل زيدة تبدأ تعطي كارتون روح الدولة تعطي كيران للناس ومترويت ومتخل يومش يتمرنوا في الإدارات تنحيهم البيروقراتية تتونسي تعطيهم دي كارتون أما اليوم لا تنجم خطى اليوم المشكلة وزيدة نسموه يصبح الخطاب والله المواطن متهون لماذا؟ المواطن هو صحيح متهون أما فما منظومة بيروقراتية كاملة ونمشال معناها مع البل هي تعرض نراجع كل واحد مسؤوليته الدولة تاخذ مسؤوليته نحينا البيروقراتية وكل مضمون ثماني سنين نسمعوا به المضمون هذي الرقم الموحد وعليه مفمين كل مرة رقمنات الإدارة هذي نسمع فيها عنا عشرة سنين ما رقمنا شي زدنا إجراءات فما تكيرا بسيس وتعطي لا تكيرا بسيس هي اللي خلات ربما هذا كل ويتعط الكريم طو طو هذي ندافع هذا ويقع تفهم أرواح في الميزة فماشي تستبيلي تفهم أرواح طبق رقم رقم اليو ونقص الاختار عن الناس فما عندك في الكيران نقصين زيت هذي كمسا ما هيش مصاريف رأوا وإلى حط النمغ معين بشتطلع فيه متى تطلعش أكثر من عشرة من عشرة والأخرين شو قد يعمل لا يحضرون لهم كيران لا لا يجبون لهم كيران هذي ندافع هذي ندافع ندافع طو المسل هذي مثل الثقة الأخر ما بين الحاكم والمحكوم هذي هي من الآخر شنية كاية التواصل شنية الثقة ما بين الحاكم والمحكوم القرارات برشا ناس قالك خاطر شنية القرارات نحن بشنا نحترموها القرارات لازم نبدأوا عنا ثقة فيها في القرار وفي الشرعية متاع القرار فما ناس قال كي والله الدولة حاول حاول تهكيات تعطي كارتون روش كما اسمعنا هنا وإلا حاول توفق ما بين الصحي والاقتصادي معقول نفهم والدولة تحب توفق ما بين الصحي والاقتصادي وتقول أربع أيام مش كما اللجنة قالت جمعتين ولا ثلاثة جمعات الناس الكل اللي يظهلي اليوم تعرف اللي هي حاجر بلايش أقل من الجمعتين ما يصلح شي على خاطر حتى بلد ما عملتوا أي ما هذيك الإبداع متاعنا فنت ما نسابقين تحت جمعتين ما يصلح شي خاطر مثلا نقدر الله محمد علي قلوا أحد اسم محمد علي يتعدى اليو الشيء يتلع في الترنسبور يهبت ينشرها معناها العدوى متاعف اللي يركبين معها كل معنا بشي نشرها في كامل معتمديات الجمهورية يخلط يعد يا عائلتو ويروح نهار ثنين بعد ما يوفى الحشر هو مزال ما عندوش الأعراء أما هو ناقل جزتما وعدين عائلتو وعدين ناس الكل والعطار في البلاسة التي تكون فيها هو ببجينا بش نربحهم مربحني لا نجمو زيد القرار هذي يكون كاري فيه ويكون عندو معناها أمباكت أخطر ملاك وإلا فما حكيت الحاربوش هل نقول واربع أيام ونجيو نهار راحت في اللين نزيد وجمع إذا برش يستنعوا فيه ولا هذي وقت على الأقل نبدأ منطقيين أكثر أما ما عنده كلف هذا الحمدل لينا ما عندش عندي ثيقة فيك دجاه هي تعرف الحاكم الحكوم في دونس الثيقة هكا مزعزع طيب ش نكملوا في دجاه هذي وبرشة ناس خموا لي هذي ما هوش حجر صحي هذا حجر سياسي مش حضر حجر سياسي هو قرار سياسي هكو لك أما مش حجر في بمنطقة نوفقه بالاقتصادي والصحي لا قال كذي ستون مزور بيان مزور بيان معناها إجراءات متاع اسكات الاحتجاجات وخاصة لعنى 14 جانبي وهنا مشكلة عليش هنا مشكلة التواصل كان برار شناس وناعرفوا اللي برار شناس كان منحبش قول الأغلبية الناس يخموا لي هو قرار سياسي وي ستون مزور بيان معناها فما مشكلة في التواصل بتاع الحكي هذي وهنا نجمون بدون نفاركوها الرمانة متاع التواصل علش أغلبية الناس مع عندهم اشتقاء وخالطوا خاصة نعرفوا اللي لجنة حتى التوى حظات بربوتاسيون معناه بصوربية إيجابية ناس إرزان وأهل علم وكل شيء لكن انت كديشوف تعرف كنحلوا عملية التواصل ديما ناخذ الإطار الزماني والمكان كما قلوه الزمكان كي نجي بان بطبيعة الزماني تراها القرار اللي تخذيه فيسع التطبيقه معناه هاي منو منو غودوا بعض غودوا رجم كتابقوا ليه عطي جمع للناس بشاء لا تبدأ شكل اكتظاظ ولا تعمل شكل كارثة اللي نتحدثوا عليها في باب عليوة وباب سعدون الترانس بور ناس كل على بعضها لا تعمل شكل كارثة هاي اللي هاي بشي يكمل ورقة في الإدارة وصير الاكتظاظ هاي والاحتكاك معناها خلي جمعة خمسة يوم بشي نستفهم رواح وتنظم روح قبل ما به دجا الإطار زماني التزامن مع 14 نافي حكينا عليه وقت الإعلام تعالعالم كل جاي لعشرة سنين ثورة الإعلام تعالعالم كل جاي ما هي صورة اللي خرجتها اللي أنتي يمكن قاعد تتحذر في دكتاتورية شمولية صحية هذا الكلام اللي قاعد يدور في إعلام العالم كل في العالم الرد بالنا معناها في الاختيار تزامن وبرأ أنتي كان بديتها منو غدوة مش في الـ 14 نافي براكني كاليت شوية بشتوفة الدنيا أما لازم زائد التكتيك على خطر شوية متاع التايمينج وموهم برشا توقع الإطار الميكاني وهذا هو اللي خلوض بارش الناس ودخل بعض نلقا اللي وزير الصحة وناتقر اسميه بوزارة الصحة اللي هي بيدها المنسقة للمكافحة الكوفيد قاعد يحكيو في القصبة قصبة هو شنو هو قلب الروح السياسية النساء هو مركز السلطة التنفيذية لذلك ليش وزارة الصحة يعني هي بلاست رئيس الحكومة قرار السياسي القرار السياسي السيادي معناها برشا ناس يشتموا بعض ال بعض ال الكنفرانس في اللجنة تكرروا هي اللجنة ما هيش صحبة قرار هي تعطي توصيات و الحكومة تبعوا هي حكيت على توصيات مش متاحة ومشيت معنا نراه نراه معنا نراه حسينة اللجنة هي الممثلة الغادي لهيك ليت على رأسها هي كينها برا شوك للقرار السياسي وهنا يفهم خلط خطير ما بين العلمي والسياسي وكن خلطوا من العلمي وسياسي تولي خطر عليش خطر السياسي زي ما بشي استعمل العلمي راي والصح دي ما بشي تخبى وراء ونعرفوا فما ديكتاتوريات الصحية كيفاش صار وراء قرار صحي نجمو نسكروا الحريات العامة والحوريات الفردية كل وراء تاريخين كل من سلموا في حرية ما ترجعش ترجع كونس بتورق وهذا هو الخطر خطر أحمن نحبوها تورقنا في تار سلمي مدني ديمقراطي نحبو التعامل يكون سلمي ومدني وديمقراطي وكل شيء بل نقوله الشعب راني مينيش محكوم معناه محكوم أما مينيش دي سوجي فمت ما مكش مالك اللي تقولي أعمل وكل الفرتيكاليتي هذيك كل شيء يجي من الفوق ديمقراطية راهو الديليبراتيف معناها القرار تاخذ للشعب مع الشعب مش ضحيت هي الشعب وهنا هذي اليوم يظهر لي شنو الشعور انت عبر شانيسة لشنو يحسوا قالي أنا أنت تفشل بش تواجه الكورونا آآ التاكسيني أنا تصدر لي حرياتي العامة وحرياتي الفردية وحقوق الاقتصادية والاجتماعية معناه حقي بش نخدم ونرى بحقوتي ونحكيش على اللي عنده شهرية اللي هكا ولا هكا بش ضر أقل نحكيو اللي قوته يومي هذا الكنستان كريم هو نفسه في العالم أجول تقني بانسور شو فما بلدين كتاخو قرارات هكا أما فما المكينة الاجتماعية الإحاطة الاجتماعية اللي تعاون موجودة في ألمانيا صحيح يعمل حجر أما أنت تقول أنا حاشي بفلوس يبعثوهم لك في جمعة لا تعويض وإلا خسائر سال فرانسة عندها منظومة كيف كيف اجتماعية قوية فما بلدين اللي عندهم المكينة يخذوا القرارات هذو أنت بتنجمش تاخو معنى كينك تاخو في قرارات أكثر ما غير تعويض أنت تقول ما نخدمش كيف تعوض لي معنى رزق وكيف تعوض هولو فما الواقع وعد حدكتور فوزي عدد في الخطاب وفي الرسالة اللي أو البيان اللي خرج بطبيعة وفي الكونفرونس دو برس وزير الصحة السعيد فوزي المهدي كان فما رقم شد انتباك اللي هو 13 بالمئة من ناس تموت خارج التعداد لا لا خارج التعداد العدين اللي نشوف فيه اللي هو قدش كنا تقريبا 5487 اي مش خارج هو هو محسوب محسوب لا لا محسوب هو محسوب امام مش يجي 13% من العدد الجملي من الوفايات يوقعوا في المنزل بالحق العدد هذي انا فجاني ما نتنجم نقول خطر مستنسين في 6% وبريك تشوف العالم تقر شيف الهذية بتال 6 7% 13% هو بيدو سيد وزير ذالي اكد وقال روف ارتفع العدد هذية معناش الماطيات مش نعرف معناش شنوما اكزاكتومان لديتي اكيد ولكن شوف انا كين شفت عدد المقيمين في المستشفيات قاعد يتزاد اكيد تولي عندك صعوبات بش تاخل مرضى في سبيتار وهذا كان ممكن حاجة تنجم تفسر علش العدد هذي هذي حاجة اخرى ربما هل يلزم الوقوف عندهم هل تلات سور اكيد لازم نقف عنه يلزم تثبت من شو الاسباب انت تبيب قلبه شرين وتعرف سكت قلب هذك عليش انا تو تسويت مع كيف نسمع العدد هذك تاف وقت حكينا على اسباب الوفريات خاصة الموت الفجئي اللي حكينا عليه اللي في الكوفيد بصيفة عامة بصيفة خاصة كوفيد بصيفة خاصة نعفو تدهور هو يعفو حتى في العاش يبدأ المريض يبدأ ستابل في فترة وفي ثلاثة سوية تنجم الحالة متاعه صحية تتعكر في ساعة هذك عليش وقت تخلي انسان في المنزل وخاصة كيف يبدأ تعرف فما احنا عنا دي كريتير بش نتقول يدخل للمستشفى ولا يدخل للانعاش ربما كما نعفو ديجال الاكسجين ولكن مش وقته مش وحده ما يكفيش خطر ينجم انسان عنده امراض كبير في العمر عنده مرض السكرية عنده مرض الكيلات ولي كيف تكثر لكم وبيدي هذو ما يولي الانسان هذا كما تعرض في كل وقت الحالة صحية بتاعة وتتعك ربما ما عندكش العناية الكافية خطر فما كمام دي دوني حتى تعرف دي دوني بيولوجي باش تاخ احنا تاو في المستشفيات هو ما تاخ فما تحليل باش تعمل وش يعطيك دي سيني اللي هما ربما دا غراف سيوم متنجم ش تعمل لهم يبو نعرف في الفترة هذية زادة فترة اللي اللي يقعد في المنزل ما يمشيش المستشفى ربما ناس كبار في العمر يقول لك مع ناش بقايا ولا يقول لك نهز السبتال مش بش يقبلو دونك اوتوماتيك مان بش يولي إنسان هذا كيليف خجيل تقال إنسان عمر خمسة وفمانين سناء ساعة حتى التسعين سناء بش يقول لك نش نجي المستشفى مش بش يقبلوني دونك يجي يتفهم عطبي بمتاع ببلا يقول لك نقعد أقد سو بلا ستون نعطي شوي اوكسيجين نعطي الأدوية للأسف بتات الحاجة اللي ناقصة وهذي حاجة مهمة بش نحنا حبي تعليش حبي نأكد عليها اللي معناج داعباد هذو ما خط الحالات هذو ما رو بش تزايد بالوقت هذي تشوف انت لوم يقول لك 80% من الماكن في الريانيم ديجا سي سن بلوكي كيف كيف في الأقسام اللي يأخذ الناس اللي مبين 58% بالمية دونك بش نقاور واحنا بتات النسبة هذي كبش تمشي وتتزايد فمتا عليش يلزم توقف عند الوفيات اللي خارج الحسب اللي في المستشفى عليش شوف هو راو في الفترة اللولة كانت تذكروا زيدا عملوا دراسات في انجليتيرا في فرنسا في عدة بلدان قادوا يغزوا هذو ما يلقاوا زيدا فما تزايد الوفيات في المنزل غير كوفيد وش كوفيد وكانت تذكروا في الفترة اللولة برشا ناس كانت خايفة لتمش المستشفى ناس ماتت بجلطة قلبية مات بجلطة دماغية ماتوا بأمراض أخرى خات ممشوش عاديو الحق في الموج هذي تفادينا الاشكال هذية الناس ولا تمشي أكثر المستشفى ما عادش خايف برشا كما الفترة اللولة ولكن يمشيوا ديما فما تأخير في البريزان شارج قبل كانت الجلطة قلبية حتى في الفترة هذية كيتوش الاستعجالي توصل مثلا في ساعتين معدل ساعتين ونص ثلاث سوايا تول يوصل بعد ستة سبعة سوايا دونك فما بارتيم الناس هذو اللي غير كوفيد زاد كيف كيف بشيموت هذو ما معناش في الحصيات معناش هذية باركونت خاطة كيف يشوفوا في انجليتيا ما بين مارس وافريل بالأكزمبل جاءوا يقاوا نسبة الوفيات اللي وقت في المنازل اللي غير كوفيد أكثر من الكوفيد ودونك هذية صارت جزمان ندزان رأوا بتات اللي قادين نعمل في قادين نظروا في الناس اللي ما عندهم مش كوفيد أكثر من اللي دي تاتا وثلتاش في المياه يخلي نوم المون توسيات توقع خاصة ونحاول ونلقاو تفسير باش توفيوا علاش باش منتفادوا المشكلة هذية المستقبل نواضح دكتور لبين تحب انت تتكلم وغادين نسأل نعقب على الكلام بتاع دكتور عدد هو مهم ياسر الرقم هذا بتاع ثلتاش في المياه الرقم متاع ونأكد لك اللي فما أنادي الدبو معناه داناليز متاع الدوسيات ذو برشا عبيد ما يحبوش في المستشفى خاطر يخاف يخاف لالله لا يقدر تتعكر أموره ويشدوه في المستشفى نرجعوا لحكاية الدفن وما يشوفوا عائلته ونأكد لك هذية خمسين في المياه من الحالات اللي يقعدوا في المنزل إلى حالة متأخرة ياسر وفي 13% كنشوفوا فيهم فيهم تقريب المص والربع متاحهم ماتوا في الطريق إلى المستشفى في الطريق معناه ناس قاعدت لأخر لحظة في الدار وهذا هو اللي مقلقنا واللي توسف في شهرين ثلاثة نقول وراء يلزم ناس ترقض في المستشفى كما كان يفسر فيها لخط في المستشفى يبدأ مريقب في تونس معناش ان سيستيم دوسبيتاليزازيون ادوميسيل كافي مثلا نعطيك مثال في توزر عندهم ان سيستيم تريزي فيكاس يبعثوا الطباء للديار فما الطباء خاصة ان القطاع الخاص هو اللي قاعد يخدم برشا بقام الورزمون توينسل كل من الجموش يدوي في القطاع الخاص فما ناس اللي تمشي القطاع الخاص ويتبعوهم ووقت اللي يشوفوا تعب يقولوا امشي المستشفى يسمع كلام وما يسمعش في المناستير كيف كيف فما تجربة في المناستير كيف كيف قاعدة تتعامم بالشوية بالشوية لكن يلزمها الساعة برشا عباد يلزمها تعاون وكامل بين القطاع العام والقطاع الخاص وشان كتوا القطاع الخاص هو اللي يقوم في المهمة هذه وهي مهمة اثقيلة على خطر الصعيب على طبيب يجيه المريض انا نعطيك مثال انا عشتوا المريض نقولوا بربي امشي للسبتار بالتاليفون بالهاتف معناي انا خطر قطاع العام محبش نقولوا وراوكا مش تقعد في دار بعد ثلاثة ايام بش مشي للمي صحة بش رقت في المي صحة لكن انا نحسب الي ثلاثة ايام هذوكم ضيعة خطف ثلاثة ايام هذوكم الكوفيد توا باش قاعدة تقتل في اللعبات تقتل فيه ما خطر يقعد الانسان نقص اكسجين نقص اكسجين نقص اكسجين اللي يوصل الاخر مرحلة بش يمشي للمستشفى هل هذو هو الكوفيد اللي قاعد يوصل لك للغيانيماسون اللي يوصل توا وليلاحظناه في الموجة هذية اللي الناس تجي مخر للمستشفى صحيح المرضى اللي ما كناش نقبلوهم في اقسام اقسام يعني الامراض الرئوية واقسام الامراض الجرثومية احنا كنا نفضلو يكونوا التوانسا يمشيوا اكثر للمستشفى كي يرقدوا يقعد مدة اربعة خمسة ايام اسبوع وياخدوا اثنين ثلاثة ايترات خمسة ايترات اكسجين يتفل الوركو يجيوا يخلطوا طول وانعش مدام دكتور حمزي تصلحني ولا يجيوا طول نحطوهم عشرة خمستاشين ايترات اللي هي دوزة قوية قوية وكالثلاثة ايامات بالنسبة لي بالطبيعة معها دويات لكن المهم هو المرض يقلق الاكسجين ولي معا تشيوصل المليح للخلايا إذا كان نخليه رتار ثلاثة ايام خاطر المريض هاني خذت الدوية وهاني في الدار ولباس ونحس في الروح يلباس يقوم يعمل خطوطين والاية نفس الهد لا يقرأ بالمرض وما يزمو يقعد في الدار وإلا يلزم عنا إن سيستام اللي يتليهي في الدار وطبيب ولا ممرض يمشيلوا كل يوم يشوفوا مرة مرتين يعملوا تحليل معناها سوني بابو سيو القاعدين انباعوا قاعدين يجيوا مخر قاعدين يجيوا مخر واضح دكتور أنييس حمزوي إذن أبوش نرجع لك حتى بنسبة للناس اللي جي على الأكسجين هل هي جي مخر زادة باش في سا أنتي تبعثها لله لما نبعثها مش معناها بيانشور خاطر ما خاطر بشي يتحول الإنعاش براهو الإشكالية اللي ولينا أحنا نتلهيوا بالمرضة اللي كانوا في الفايغلولانية هم يتلهيوا بيهم معناتها وصلنا نعتيو حتى 30 إترا 40 إترا وكسجين قبل ما نهبتوهم للإنعاش خاطفة مشكلية في البقايا معناتها خاطر المرضى يجيوا يجيوا مخر إذا ناس يدخلوا بإترا ولا يترتين معاتش نشوفوهم بالكل القليل القليل يدخل سبعة ثمانية إترات معناتها ولينا نشوفو الناس يخلطوا في حالة صعبة ما نتهملوا لي قولك لها وتنطقات في الدارة وتنعص على روحي بالوكسجين وتنقشوها فيتامينات ويجيوا مخر ويجيوا مخر والإشكالية ما فماش كان لكسجينة وخاطر وقلي تشوف العباد أكترييتهم حتى وقلي يبدوا صغار عندهم السكر ولا عندهم غرض الدم ولا عندهم القلب ما عندها هذيك الكل بالكوفيد يزيد يتعاكر يخلطوا يبدأ السكر طالع والأكسجين طائح والقلب تعب وهذيك الكل يفسر عليش حالتهم تعبا للحالة هذيك وكيما قال سيهي بروي يخافوا يقول لك الله ليه يقدر كان فما حاجة تصير نبدأ في داري ووليداتي بحذية ونشوف جماعتي خطر بالحق احنا ما نجموش نخليوا الناس تدخل وعليش عندهم في مخهم كين الوفاة اللطفالي خاطر هذيه المشكلة في الكوفيد اللي العباد يما يقول لك ليه هي حكاية فارغة ومش لازم وما نلبس الماسك وانا ما يصير لي حد شي ومبعد يسمعوا بالكوفيد يسمعوا به سماعا تولي فجعة كبيرة خاطر في بيرهم اللي الكوفيد مية في المية بش يموت معناتها هذي حاجة اللي انا ما اعطاكمياتها ما نفهميش مليها ما هو ينجم يفسرها اللي في تونس عندك يما هاكا ولا هاكا ما فهميش ناسك اللي في الوسط يقول لك بيه هي حاجة اللي لزم يناخوا واحتياتاتي منها هه ممكن مرضة ونمشي نعادي وتشال على ليس ليه احنا يا اما تقول ليه اللي يحكيه فارغة وما نلبس شماسك وما حتيش ويكذبوا علينا وما فهميش كوفيد ومبعد يسمعوا بيها اكاو تولي كيرثة كبيرة كيرثة كبيرة ونستبدأ دموه وليسانياريوت الكل يجيبوهم ويحطوهم قدر انتي زادة سمعت ولاد صغر تقول شنو تقول دكتور هذي كان اللي غابتني ياسر خاتر فما ولي دات صغر اللي تعديه وكذا يتمو الحمد لله ما هيش حاجة اللي تخاو فما عندي ولاية جاني للعيادة ظهر اللي عنده الكوفيد ما تلو تحليل في وقتها وفي وقتها جيت النتيجة وطلع عنده الكوفيد هو عمرها كار 12 سنة يا أخي قالي هي الكوفيد تقتله؟ ما نتحا تصور انتي ولا يدعموا 12 سنة تقولوا ما هو عندك الكوفيد؟ يقولك بي ملابش نموت؟ ما نتحا تصور الخوف اللي موجود عند الصغار كي تخونسمي باركي شكون اللي يعطاهو؟ نتصور شوية من المتلفزة أعلم؟ أعلم قط لي حاجة قط لي كيما صار في 14 جانب؟ كيما اللي صار في 14 جانب في وقت 14 جانب في نتفكر الصغار مفجوعين ياسر وكانوا وحالتهم حليلة خاتر يتفرجوا مع الكبار؟ فما التلفزة وفما الكبار اللي ديما يحكي ويحكي وراوش هاوش قاعد يصير وصغار يتفجعوا وطوا كيف كيف وصغارة ويسموا ياسر الكلام واخلي نشوفهم كيفاش يخسلوا يديهم ما انا واقلي جيوني العيادة كل مرة نعديهم لالكول تشوفهم حاظرين ناي وينفهموا ويلبسوا الماسك وكل شيء نوك يلزم نحنا لو توبيهو ما هسكو اللي بارون زيدة هالاولي قاعدين يمرروا في الخيطة؟ اي 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 خاطر مكتعرف فاحنا واقلي بيش بيش صغار يسموا الكلم دي ما نخوفهم يقولوا لو يزمك تيخو احتياتاتك بش انشاء الله تولي لبيت قول يزمك تيخو احتياتاتك خاطر كينش بيش تمرروا وما كتعرف اللي ماتش يعطي ما انتح فما يزم هكال الاتصال دي ما حاجة اللي احنا في تونس مانديش مهفيت بلده كريم تحب تعقب على ايضا الناس مش خايفة هكا سور تونس الكبار مش خايفة راو من عدم راو خاطر ما نذكروش في حو حكومة ابطال الكوفيد اللي قالونا زيروكا وكل شيء واحنا قوبلت في العالم باقي هي نفس المشكلة الاتصالية لا لا تذكر شنو قالوا وقت فما حاشين ساعة فما ترهيب اللي مش بيخاليوا الناس تدفنوا عائلتها تحذر وحتى فوش كون مخاليوش يدفنوا في الجبانة متاع القرية متاعه ولو اصل منها قالك ليه بش يعدينا كل شيء يعني سارتك البسيكو زيك زيدة فما نذكر في التواصل على الكوفيد كانت حكاية مفصلية وقت خرج وزير قال اللي حتى اللي ما عندوش اعراض حتى اللي تحليلوا ايجابي مش نحطوه في سانتر متاع حاجر وقت قالك لي قالك في القبه بش نبيتوهم في القبه في القاع وإلى آخره معني صار ترهيب الدولة لعل المرض هذي فبلاست متفسر للناس وتقول له مراه كيما قاعدين قولوا اليوم مراه كين على بكري نعالجوها نخطفوه على بكري مانين حضوذنا بش نبراه كبيرة هذي المساج هو صحيح لأمسار ترهيب وتخويف بش ترسعوا بطولات زائفة بش الناس كي تمرد تقول لأ ما تمشيش عادي تحليل بش راحنا ليشيفر شنو يصير الاعداد يمشيوا للصفر لي هذا خايف يقول لأ هو وقت ينجب يكون كان معناش لابو في بلتيزة بشتحل الماجوريتي معناش لنا نعرفوا عليش لي معناش لابو موش قرار على الخط راحنا يمكن مخلطناش نشري ولا تيس على خطر عملية وقت هذيك شكون كان حاضر هو ولا خطر نتعارك وعالك راسي وقت شكون بشيخه الوزارة هذيك شكون يخو الوزارة الاخرى مزيل تول عارك مزيل كي قبل ما نمشي معك للأيضا فما أيضا الاتصال بالنسبة للتعلقية هو في بالنسبة للجمهورية لكنا قبل ذلك تفضل دكتور جس نحب نعطي مساج المواتنين يسمون فينا العبد في بالو هو كي بشي مش للسبيتال جس بشيخو الأكسيجن يقول لك أنا نقص أكسيجن لك نمشي للسبيتال بش نحو الأكسيجن شخلا برشا ناس وليت تعطي في الأكسيجن فالدار سيبا سلمون الأكسيجن مالك هو يقصو لهم زدارة يبا هذا كبير بشي قيسو بشي كما نيس كاليفي يتعمل أما ناس تمشي في بالها رايب شجي المستشفى جس ما تحكيت بتأكسيجن لاي سيبا أكسيجن كما قالوا تحليل بشوف السكر بشوف البوتاسيوم بشوف الكلاوي بشوف بشتاتي اسكي يستحق دوائب تتأخذ الدم معنا هذا ما الكل هل في أنه مولا تتحليم أكسيجن لايشة أخراج فتلا وبشي يتعمل يقول لك أنا محي أشمشي الشي çalışاتيجنان لكي نشي صرت توجي لسيجن ونحط 2 لتر دوشيجن ويقال يقصي أعني والي تساب Control فرح سيئ ينتهي الموضوع وأو لمشي في بلو أمنا لكن يحسن إشتحينا وظامنا هذا المساجة هيا نحب بشيارف قليلا ومشة الأكسيجن يجبوا بحضه تحديث للمجتمع يجب أن يعطل التبكات في الوظائري يحصل على مجموعات لا يعطل نفسها تحمر منها وفي نفسها إني أطلبنا عندما على مدد 65 سنة ومع متى لا يجب أن يدد يجب أن يسل يمر يستطيع يحصل على دكتور أحمزي ولا بشلو قد يهب لبان إميديات ما وماتا سي ساة هو شني هو بشوق أن تخياج ولا يقول لك لا نجم تقعد في الدار أما رد بالك نتفقدوك كل ساعتين تبيب متاعك مع العائلة تنسيق مع تبيب العائلة اللي هما قادي نعمل في مجهود كبير برشة بكل صراحة في الفترة هذه لازم نزم نقوله لعطيهم الصحة مي فو فر اتنسيو خاتلو شيفري تاتا ستنشف دسونة دالت لازم احنا نرسلو بالكدير خاتل الكورب هذي كبشم شو دي تاو كيما قادي تشوف الكورب تطلا راو توت لكورب سانتران دومنتي دونك ياما اونو اللي كنترولي هذي حاجة او مو ما في يش نقاش تحاجل صحي 4 ايام ولا خمسة ايام هذي ليه هذي حاجة نجمو احنا إميديات ما نخذو قرار باش نتفاديو المشكلة دي دكتور لبان في بيقيا نرجع لخطاب والااااا والااا بزير صحة اول ما بده ما بدهش ما قالش انه فما حذر صحي شيء من الاربع عيام وانه فما حاذر تسوهل من الاربع متع الاشين والحاجة بدى بها هي التلقيح اليوم هل نعرف وقته جينا التلقيح وشنو النوع اللي جينا اليوم اليوم لنسأل الكلنا نسألوها والكلنا نحب ونعرف الجواب كما تقالوا كما تقالوا يعني تونس من خرطة في عدة منظومات أهمها هي الكوفاكس اللي هي مع الويميس اللي بش ألفان وقارنتي يعني بش توفر معنى تلقيح الاثنين مليون نسمة من تونس لكن مؤخرتين أيضا في منظومات أخرى وتوا اللي مطلوب مش في تونس بارك في العالم الكل أول واحد ينجم يعطي الفاكسان بش ناخده من عنده مانيش بش نقولولولي لكن فما التراتيب تصير سيفري فما ناس قالت شبيهم يستنيوا ويطلبوا في اللايميم كان مطلبنيش لايميم وتصير مشكلة من الفاكسان يقولوا عليش ما عملتوش لايميم يعني هي كل ما بيش تقوم به مجهود الدولة بيش تنقى الطريقة السريعة اللي بيش جي فيها فيها وقت فيها تأتي بيت ما فما حتى حتى مثلا نجي وبالامريكي مش قولوا أعطيني ما يعطيك ش حتى يزي روحوا معروف معني حاجة هذي واضحة وكي ما قال دكتور يقولوا أنه المنظمة العالمية للصحة وقت اللي شافت أنه تونس قاعدة أيضا تعمل في نيجوشيشون مع البلدان الأخرين مع فايزير مع بالنسبة للفاكسان هكا تراجعت شوية لواميس سيسكي يكسبليك أنه أيضا حتى ممثل المنظمة العالمية للصحة كان مش قبل أخذ هذه القرارات إلى رئيس كان استقبل من طرف رئيس وقعدنا موجودين في منظومة كوفاكس موجودين وتونس موجودة في منظومة كوفاكس مش تحصل لكن منظومة كوفاكس ما زل ما فيهاش وقته وتنجم جي في مارس نقول هكا كلمة راو من نجم في أفريل تنجم في أول مارس دونك ما زل ما هوش واضح أحنا في تونس ما يش في نقعد ونستناول وقتها ورأوا الحكاية هذه بديت من سبتمبر يعني تصور من سبتمبر أحنا بلاد ما نش نصنع في الفاكسان في الوقت الحالي إن شاء الله نصنعوه خلال ست شر خلال عام ما نعرش من شاء الله لكن اليوم ما يلزمنا نجيبوه من برة وفي الكورس هذي الغالب أيضا كنا شوفنا أخيرا أنه وراء وزير الصحة كذلك وقع الاتصال بسفير روسيا هل اليوم اتجاه للفاكسان للصيني والتلقي حسين وتلقي حسين الفاكسان هذو ما الكل فيهم برشة يعني أنواع فما الأنواع الجديدة لعمرها ما اختبرت قبل لكن لكن شو موقفكم من هذيك نعم شو موقفكم منها كخبراء كان جي غدوة أنا نزرقها عليش عليش أنا نزرقها ونقولها على خاطر سي أن فكسان أيرين ولا يرين ما فيه مشكلة لهو بشتخل في الجنوم متاعي لهو بشتخل لايرين كيما الفوتوكوبي معناه فما بدن يقبل فوتوكوبي للا جن ما يجعله يخلي لبدن يصنع أكل اللي لسنتكور متاعه ويقعد غادي ويقعد يستنى حتى يجيه الفيروس دونك كلير ما لهو بشتخل في الجنوم متاع التونسي لهو بشتخل لهو بشي ضرور التهوري كما ما عندوش برشة ماذا براتيكما اللي ترافو اللي تعاملوا فيه قالوا رو إفكاس 90 في المياه فما فوق دونك عليش نقول لك أنا غدوة على خاطر الصيني اللي الصيني سيهن فكسان أتنوي سيهن فيروس أتنوي كما نعملوه في لاشانا والنفس التالج كما لفكسان أغلب لفكسان الأخرين لكلهم يعني اللي نعملو فيهم حتى لصغارنا وحتى حد ما يتسئل معناه وكأن نجم توا ونجم توا التاريخ ونحلو لفكسان جودي مما نعرشنا نقول لفكسان دو فيروس أتنوي القدم إن أكد لك ما فيهم حتى فكسان تعدي على الاختبارات اللي قادة تصير توا ولكن احنا توفي الفين وعشرين منيش في ألف وتسعمائة وسبعين في ألف وتسعمائة وسبعين يعملو على عشرة من نيس يعديوا الفكسان ونس كل أنا كل يوم كل سنة قلت كل يوم كل سنة كيجي لفكسان دو لغريب نزرقوا ونعرف اللي في تونس برشا ما يحبوش يزرقوا نحشش على غريب نحكي أي بكسان آخر أي بكسان متاع الباتيت كيف كيف خرجوا فيها نتوقع عام ثمانية وتسعين وسبعين في فرنسا قلوا آه هذا يعطي درش نوع سكليلو زنبلاكو ناس ما عاش تزرق شوف أطبير متين أتغني عفو البريد في ستفاقسة البريد في ستفاقسة إلي بي كي تقيس بين الله على الريسك المتاع المرضى معناها الرسك اللي واحد بشعمل أن يكامل في كيش موجود ما نجمش نقول لك واحد على مليون ألور كالريسك بشو يحد يمرض ويو نعرف اللي خمسة وتسعين ستة وتسعين سبعة وتسعين في المئة ثمانية وتسعين في المئة من ناس بشتبرى ثم ثنين في المئة بشرق دو ولا ثلاثة بالمئة في الأنعاش ومنهم نسبب بشتبرى لكن كميم الريسك بكو بوز أمورتان مع المرضى إدنك كلاير ما إلي كام شجي الفاكسة أنا كاتبي بش نزرق وهذا رأي الخاص كالك سوالتي حسب رأيك وقتش نجم جبعنا نصف فيفري نصف مارس أفريد شاء الله في فيفري إن شاء الله في فيفري يكون عنا الفاكسة لكن في الوقت هذا يزم سي محمد علي اللي يحكي يلبس الكمامة ومتاع وخد كنزي محمد علي بشي الكمامة ويحاوز بتوز ويعرف أبوش نرجع لكي راوي يخمم يخمم اللي بشعدي أخو الأخرين التوازنة وخيانوا عليه ناخو رأي السيدة في الفاكسة إذن دكتور أنيس بالنسبة للتلقيح معناها هو التلقيح في فيزوز إتجاهات التلقيح عن وقتش في جير تونس يتويتو إذا كسي ستنافير ديتا اللي هي قاعدة أربما تحاول وهي تسعى لذلك لكن هذا شنوة المساج متاع والمواطن في التلقيح هي مش في بيلو سيئة ويقعد في الدار شدقوا على بالدار عليه ويقولوا لولا الفاكسان أهوى وخد لقحه حتى يكون فما هذا يعني هذا الخلط ما بين صدق ونصدقش عندي كو فيدو لنوم النجم الصدق كان كي كي تسير الواحد من العائلة انتاعي أنه الله لا تقدر يمرض ولا لا تقدر يتوفى انتي السوهل متاعك انتي يندرى العبيد يحبوا يلاقحوا ولا لا كيفاش فاهمين التلقيح اللي بشي جيل تونس تو تنساشون ما نعرفوش وقتش يجي وانا هم اللي بش ناخدهم لولاني هو فما وشكون مش لقح فما زوز هدوها من الناس فما ناس اللي طالبين الفاكسان يقول لك شبيه مليوم وش غضوع مثلا عندي ابنية زغيرة تعدي عندي في العيادة متاعية ما هيش حاجة كبيرة جيتني امها قتلي بربي حذر ليش هيدا بش دوب ما يجي الفاكسان هي بنتي تبدأ من الولي اللي درق الفاكسان وفما ناس اللي ماذا بيهم حارسين معنا وفما ناس مالوها متاعديا في شيء نسمع في مادقة ليه دا حتى كان يجيبوه الفاكسان معينيش كيفاش معينكش فيه معينيش يلزم يلزم الناس تفهم شنو ما هيش حاجة كيفاش تنجم انت بحاجة حكا سهلة تقول ليه معينيش فيه يلزم يلزم الناس تفهم شنو الفاكسان وش يصله وكيما كيما سيهاب قال لك اينا يجي غضوة الفاكسان نعم خطر خطر مرضة مرضة ما هيش مرضة سهلة اما يلزم زي دايقات في بالعباد اللي الفاكسان واحده ما يكفيش ما انتها موش خطر غضوة يبدأ عنا الفاكسان نجمو ناحيو الكمامات ونقضو الكل مع بعضنا خاطر بش المفعول متاعو يضغر يزم ناس الكل تبدأ ملاقها ليه حاجة اللي في حتى بلاد حتى بلاد ما هي بش تصير توا واحد دكتور عدد كيفش تشوف التلقيح في طول كيف نشوف وي مسألة صعبة برشة مرة هذي بكل صراحة خطر كتبت علي برشا دابوغ ستون ديبلوماسي فاكسينال مرة هذي فيها برشة ديبلوماسية فيها تواصل كبير برشة الكومينيكاسيون بش تكون قوية برشة في الفترة هذية كي تشوف حتى في فرنسا في انجليتيريا عندهم ممكانيات تقع خمسين في المئة مش حابين يعني تلقيح دونك تفهم اللي المسألة مش سهلة الحاجة الاخرى مش مشكلة وقتها بشي جي تلقيح قاتل بي هاي سيدي رود وجاء تلقيح بي قدب شجينا من دوز عشالي خمسين الف لا هو المسأل وقتها سبعين في المئة متوانسا مش تعمل تلقيح بش نجمو نكونوا عنه إيمونيتي كوليكتيف ربما يقل بسك فما ناس ووزير الصحة قل خمسين في المئة متوانسا نحبوا اللقهم نسعوا أن نلقهم باتت حتى أقل بسك ديجا تبارك الله يمكن ثلاثين في المئة اخذوا الفيروس ان ثلاثة هذي حاجة تنجل نشوفها دي سيلا بش نكونوا واقعين مي بش نوبجكتيف سيدنا تنطر إيمونيتي كوليكتيف بش لفيروس ما عاشي دون مبنة هذي حاجة دونك شو بشوق اللوم كي تشوف كما قلت الوامس قالت خمسة وتسعين في المئة من اللي فاكسان عند راشة دولتو فما لدي بي هوا خذوا 85% دي فاكسان دي فاكسان وخايفة من المسألة هذي صحيح فما البرنابجي بش تعمل كل شيء ولكن سيبا فاكسي ت fascير خط إشاركات عليهم ضغط كبير البلللل Чم أحب إلバイوان يعشل عشر مليون ومن هنالش إخه الفيفري الليس كنت تائفل الإرقام الدول الإizado الاعاب والب significant والأرقام هذه الغ نفي هذي الممong安 Pip coal فيه العنا في هذا الكل ومش نقاروه حنا بنounge نحنا نقار salaryنا عجي من هناك نحن عم جزيم الكابوس عي المعلومة عيادة ع territory namedسانكل اي قوش شون عم جهد Reporting LHحمammات見 كما كل ما لكن ق sole قمر جرت إلي tout سيلا بللحق بش ن ADHD فما إنه فيداجوجي كبيرة برشا أنا موافق زملائي من أحيات بشنا ترخيح بيانسور بشنا ترخيح هم أنتو ما محتوتين لولاني وعند ترخيح يقول لك الإفكاسي يقول لك الإنسي اللي هم أفنيرابل ترخيح يقول لك الإفكاسي تخمسين في المياه كما أي ترخيح بترغيب عادي سيكا 50% هذا كشتاز وفا ما ترخيح توا دي لفكسن آيرين سيكاة وانكاتور سبوصان وهو ما نجم تقابل فكسن كلاسيك إيه بشنا قد نستنى أنا نترك نهك نستنى في الفكسن أمريكا بشي بشنا بتعليه ولا بشنا قد كيف يجين يوليو سنقلوا لي أخويا لاني من نجمش نعملو هذا ينسنى في ما أنت أرى وشوف أننا ستجدنا بيانتو دانزين كون ديسكوشن كيف أننا سنجري تسايا جمري بيان إذا ندي خدمة شكوين كاري بيتر أرى وحتى كن يجين الفكسن سوف نرى ما نقعد ساير في البلدان اللي عندهم الفكسن اللي بدأوا من ديسامبر ويزرقوا أنا خذيت لشيف ربيت نحل وشوف المشاكل اللي عندهم فما مش التساعة مش للفكسن اللوجيستيك كما في فرنسا عندهم الفكسنات أمي نجمو حتى يصير الإتلاف متاحهم على خاطر مش خالتين يزرقوا خاطر الدولة في عقلها مشيت يقولوا على خاطر تسنف الفكسنات متاح ولمنظوم فما شكول يقول أنه البوبيلاسيون ما تحبش زيد أكثر من هذا مشكلة مش الغادية في تسنف الفكسن متاح هذا كفما الموضوع هذا كفما حتى الفكسن اللي شريتهم الولانين مش قاعدة تنجم تزرق فيهم نجمو يصيروا التلف لذي فرنسا اللي عندهم منظومة اجتماعية وتختية صحية قوية وفما لاكسسيون لوجيستيك على الفكسن حنا ملتوس يظهل من السبعينات ما عمانيش كالي كمباني كما تعالبوليو والبسجي كالي كمباني الكبار الماسيب لذي يجب أن نحضر ريحنا الكامباني الماسيب وزيد الشن الاستراتيجية اللي بشي سير على خاطر راه والفكسن مهوش سيبا ماجيك مش سحر منو غوضو بشي دي اللي بدو يزرق في ديسم نحن تبع كنشوفوا اليوم اللي شفر متاح مزالو طالعين العدو والموتو مزالو طالعين عليش على خطري كيمالكار هبت تجري والفكسن الكامباني تبدأ تشد فرن عمثلة تشد فرن بشوية بشوية معنى الكربة بشقها تقدم تقدم حتى كشي تنجم تدخل للحيد وفهم حكي توا اللي قالونا كما فايزر ومودرنا أرى 24% من نجاعة عراوذو من شيفر نمتاحهم هم اللي هم فيهم نوع بزيد من التواصل التجاري مكتينغ ما نعرفوا اليوم فالبودين يزرقوا اللي اخذوا جرعا لولا الدول اللي شيفر لي خلطوا لهم مش المخابر اللي شيفر صح جرعا لولا متاع فايزر ومودرنا يحميو أبو بري ما بين 30 و60 بالمية معناها اللي كتزرق جرعا لولا الحظ متاعك موش مكش معناه مكش مكشو تنمراه عمواتي أما يتنقص كما بين لحظك ما بين 30 وستمائة ينقص مازلنا نستنى وتوفر زلتان بتاع جرعا ثانية أما اللي بدا في ديسمبر يقالك يمكن في مارس نبدأ ونرى الكورو بالطيح أحسب معناه دوما أربعة وش أنا يرى وحتى للكي بش نبدأ وإحنا في مارس منشوفوها كن مارس أحسب في أحسن صورة راهو هذا نحكي لكم عن البلدان اللي عندهم لوجستيق قوية اللي زرقوا حاتكش الـ 25 بالمية من البوبلسيون بتاعه اللي شريوا الفكسان بالغالي وقالك في مارس بشي بدأوا يشوفوا النتيجة معناها زادنا نردوا بالنا راهو مازلت الحكاية طويلة شوي معناها الكمامة لازمة وتباعد لازم وردوا بالكم عن الناس الكبار والمرض حتى الشهر مي ميني مو والله حتى الشهر ميرا والكمامة هذه دخلت في العادة متاعنا معناها يزمها تدخل في عادة توانسل كل مكان مشين أحنا نحمد ربي وسامحل الدخل أحنا نحمد ربي خاطر كنشوفوا عدد لفئيات على مئة ألف نسمة في تونس رانا أقل برشة من أمريك رانا أقل برشة من الجران بريطانيا ميسا جران ميسا جران ميسا جران دو جران أحنا كنشوفوا أحنا كنشوفوا لإعجابنا في سبتمبر في سبتمبر اللي فات في سبتمبر 2020 نحن نحن أحنا نحمد ربي تونس كمان قولو أحنا في اليوم وربي إن شاء الله ما نفوتوش ونجم مفوتوهم كان برج كما يقول نشوك الكتري للتوينس الكل على خاطر كما كان يحس كريم سيفري الدولة يزيق مسؤولية ميزم المواطن زيد يغيبني كنت عدا قدام قهوة بوطة وسكر وهم اليوم محاوز شاسر البارح نشتدو كوفيد دوك ما دور شاسر نعرف اللي معناها برش عباد خرشة خارج لحظر وتعطلنا في كل براج متاع الشرطة اللي تنفذ لهم بش نخلط أنا مش تنخلط في نصف ساعة في لومبوتاج خلط في ساعة غربوعة كلهم تحية لهم عمال سبري البيع أما الشرطة قعدة ووقفة وتشوف في العباد الكل يعطيهم الصحة ونشكرهم يلزم معهم الناس التعاون وتعاون في ساعة التواصل خطر هذي الإخلال الكبير كنا حسينو وكنا وعين به لفهم إخلال كبير في التواصل مبعت مش نقوله هذي مسؤول ولا هذي مسؤول أما شنو ساعة يجبنا الوضوح ساعة كتاخو قرار فسروا الكوفيد هذي حاجة جديدة نسي كلهم مش ديزيكسبير ما عندهمش اللغة العلمية والطبية ما يعرفوش معناه كلمة بروتوكول مثلا لازم نفسروا ونزيدوا ونفسروا ونفسروا في الوسائل اللي عليهم كل ونوضحوا زيدا اليوم هوا فسرنا نقاط النقطة مهمة اللي هي نلقفوها على بكري نجمو نخرج كنا نقعد ونستنى وراهو نجمو نمشي فالاخر توفى في جبانا لحكي موك فما تفسير وفي الإعادة إفادة راو فما زيدا الشفافية كن الحكومة معاملة بشتعمل حجر جمعة ولا جمعتين قول ملو خطوك مشتعمل أربع أيام وكل مرة تزيدني شوية الثقة هذيك بشتستنزفو كل الكابتال متاع الثقة اللي عندي في كنتي ساي بشتكملو أو حتى فلجنة هذيك المشكلة والإنسي جين قد ندرعو في الصورة الوزير بليش ماسك نطقر اسميه لبسا ماسك معنا في الكنفرانس واضحونا التواصل زيدا بالصورة عليش خاطر المخم تانا يعالج ستين ألف مرة أسرع من الكلمة معنا الكوميكاسيون بالصورة ولزم انتي زيدا تكون إكزمبل وبرغ لإكزمبل لزم تكون انتي تعطي الإكزمبل كنت حبت لبس ناسي لبسوا الماسك ونحكي المسؤولين كله وشوي تعاطف خاطر أنا منش موجرمين كي تعملوا علينا هذوم القرارات السلبة للحريات راو ومش بش ديم الفوق ردوا بالكو معلينا فهمت ليه لزمك تتعاطف وتفسر لنا خاطر هذي تضحية كبيرة راهو فما شكون يضحي ديوم برزقه وانتي ما تعطيه شاي وانتي ما تعطيه شاي وانتي رو بارتي تحب دي في حاجة وقتلي على الخطاب بتاع الرئيس الجمهورية نو سمعنا زيدا رئيس الجمهورية فما ليه وقت خرج وزير الخارجي قال اللي واخرين سيري يعطيهم الصحة قالونا بش يعطيونا يقسموا معانا اللي باكسن متاحهم كي يجيهم المشكلة هذي في بارشة مشيك منعش كان عن ثلاثة دقائقش نحكي عليه سينو خلي خليوا نجمع جي كريم شوفت ما شنقعدوا احنا ما نعرفوش مني مش ناخذ بات سناخذون عن تجارتنا تزيري اللي جيبت فاكسن ونظمت امورا بش ناخذون احنا منعن اذا في ختم هذا اللقاء دكتور لابن شنوطنا جمت كل سيدة المشاهدين في ختم اللقاء انا كما قالت كريم اهم حاجة رو يزمنا نعاجر ويحنا بسرعة وما نقعدوش نستنعو لاخر دقيقة خاطر هذا كسي سينتيفكما بروف وابح دكتور نياس حمزي اه في ختم هذا اللقاء انا يظهر لي لزمنا ما نفجعوش اما نردو بيننا وما نردو بيننا على بعضنا وكان كل واحد يتلهي بجار وبعايلته بصغيراته ان شاء الله ان شاء الله نخرجوا منها ان شاء الله دكتور فوزي عدي انا احب نقول معنا هذا اللي واضح بعد ما حكينا الوقاية وخصتن نراه حتى حد ما عنده الحل وحده الحل جميع جميع لسن ننسل كل مسؤولة فيه والدولة والمواطن مسؤولين كل واحد يعرف مسؤوليته يتبقها بخطبي نشكرك شكو جزيل دكتور فوزي عدي على قبول كده وحضورك معنا شكو جزيل لك دكتور نيس حمزيوي ايضا على ممدتنا بيه اليوم شكو جزيل لك دكتور ايهاب لبين وسعيدة باستضافتك كذلك شكو جزيل لك دكتور دكتور معهم دكتور كريم شكو جزيل لكم على حسن المتابع الى اللقاء